موسيقى رجعنا في الفقرة التانية وأنا بعتبر الفقرة التانية دي من أهم الفقرات اللي أنا هقدمها على مستوى الشخص برنامج سحادة كسر وطن لأننا هم نتكلم فيها على موضوع يخص كل فرد بفرد الأسر نتكلم عن الموضوع هو الأساس اللي إحنا بديمنا عليه والفكرة بتاعت الفقرة دي جات زي ما قلت لكم في المقدمة اللي هو المطش اللي حصل ما بين فريق من مصر اللي هو الأهلي وفريق من أوروبا اللي هو البير وشفنا فرق اللياقة البدنية فحبيت أربط ده ما بين اللياقة البدنية والثقافة الغذائية والغذاء بس الغذاء من الأول خالص عشان كده أنا تحمست وكنت تخريص إن أنا أجيب حد من أكبر دكاترة التغذية العلاجية في مصر ونشوف القصة معاه وهل الكلام ده صح ولا غلط خليني نعرف القصة ونرحب بضيف وضيفكم دكتور ولي يوسف زيداني استشاري التغذية العلاجية دكتور وليت سأعرف أولي عليك زكتور ريد أكبرك عامل إيلا أكبر عايزي سألك سؤال فيه رقم واتسئب موجود يا جماعة الرقم ده لو حد عايز تصفصر عن أي حاجة يبعت لنا على الرقم واتسئب ده ده موجود معنا على مطار الأسبوع كله والرقم هو موجود على الشاشة أقوله بعاكو برضه زيلو 12 25 19 64 66 دكتور وليت يا راك بقى في النحلة عايزين نربط مع حدث يوم الاثنين وما بين الثقافة الغذائية والله هو الفرق كان في اليقل بدنين هاي فريق البايرن بيلعب 90 دقيقة بقوة وضغطه وما فيش أي مشاكل للأهلي شوية معهم وبعد كده بتدوا يضعفهم المشكلة بتبقى في التغذية من البداية خالص من البداية خالص من أول تغذية الأم أوه يعني احنا دلوقتي هنبتدي بأول حاجة بتغذية الأم الحامل أو الأم العادية مع الطفل طفل كويس بيبدأ تغذيته من أول وهو فرح من الأم تمام نبدأ بقى نهتم بتغذية الأم الأول ونعرفها المراحل اللي هي بتمر بيها المرحلة الأولى لو أول ثلاث شهور بتبقاش محتاجة سعرات زيادة بتبقاش محتاجة مثلا تكل طبعا احنا هنتكلم عن الأم الحامل صحي كلام كده هنتكلم على أول ثلاث شهور تمام تمام لازم تهتم بتغذية تاكل أكل متوازن مكونا من النشويات والبروتينات والخضروات والسلطة وتهتم بال إنها ما تزودش سعرات سعرات حرارية طب ايه الحاجات اللي بتزود سعرات حرارية في التغذية السناكس والجونك فود اللي هي الأكل الخارجي اللي هو بيبقى مصنعات اللحوم والأكل السناكس الحاجات دي هي اللي بتزود الوزن إنما لو هي بتاكل الأكل الطبيعي الجبنة جبنة اللحمة لحمة الفراخ فراخ كده يعني العودة للطبيعة في العش للطبيعة تمام تمام كل ما هو مصنع إحنا لنا عليه يعني تحفظ مصنع لها الحاجات المحفوظة آه ما تقعدش مثلا واحدة حامل تقعد تاكل في مقارمشات وشبسي وتاكل وتشرف في كبسي وحاجات ملهاش أي لازم خالص تدي سعرات زيادة بدون داعي هي بتضر نفسها وبتضف وبتضر الجنين لأن أي حاجة بتاكلها بتوصل للجنين ثم بعد كده المرحلة التانية لازم تهتم بالكالسيوم لأنه في المرحلة الأولى بيتكون الجهاز العصبي في المرحلة التانية بيتكون العظم لازم تهتم باللبن والجبن مش حاجة اسمها مليش نفس مش حاجة لازم تشرب كباية لبن الصف كباية لبن بالليل على الأقل يعني ويبقى أكلها برضو متوازن ما تاخدش سعرات زيادة وبنسبة السعرات عشان فيه ناس بتقعد يعني تتلقبط في الياسات هو الوزن في 20 وخلاص يعني لو واحدة وزنها 100 كيلو هتاكل 2000 سعر في اليوم عشان ولا تدخن ولا هي يحصل لها مشاكل نقص غذائي بص احنا نفتقد الثقافة الغذائية للأسف عايزة بقباردت معاك حلقة نجيب يعني إيه سعر ما هونت برضو الألفين سعر حسابهما أنا إزاي خلينا نجيح أن نعملها بالتفصيل موجود عن نت بتفصيل ماشي بس احنا ممكن نبسطها يعني يعني خلينا نقول لأن احنا المهاردة أنا باعتبارها مقدمة في التخزيل علاجية تمام واخدالك إنت وابعاكيا نخش في الموضوع بالتفصيل تمام سعرات الحاري 2000 دول مثلا رغيف العيش فيها دي 300 مية مثلا خلينا كنان حاب نعمل وجبة تمام الوجبة دي سعرات الحاري فيها دي تمام خلينا كنا هدبسك على وإحنا هنعمل سلسلة حلقات مش حلقة أو خلصة بإذن الله إن شاء الله نثبت العيش يعني إحنا مثلا بنحاول نعلم الأم وبعد كده الأطفال الصغيرين من صغرهم يعني أوروبا بيتعلموا التخزيل العلاجية من سن الكي جي تمام إن العيش البرون أحسن من العيش الأبيض العيش اللي هو البني البني تمام أو الفول جرين حبة الكاملة أفضل من دي الأبيض دي الأبيض تكلم في الأم اللي هي في الثلاث شهور آه دي الأبيض اللي هو الفينو تمام لاحظ أهلينا وأمهاتنا كل سندوتشات الأولاد فينه 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 تمام فينه ده مضر صحيا جدا تمام في دول منعته دول لأوروبا منعته منعت دخول الدقيق الأبيض خالص بقى أم المحظورات تمام لازم ياخد الفول جرين لازم ياخد نسبة بروتين عالية وهكذا آه نيجي بقى بعد كده لما يبدأ الرضاعة خلاص يبقى إحنا اللي وقت إحنا بنتكلمنا في أول آه الطفء الأم وهي حامل لازم تهتم بتغذيتها في كالسيا والتغذية وتابعت عن كل ما هو مصنع بالضبط ولو هي جسمها قابل للسبنة مثلا أو مش عارفة تتغذى إزاي تروح لأخصائي تغذية علاجية هي ليها تغذية في أول ثلاث شهور ليها تغذية في الثاني ثلاث شهور ليها تغذية في الثلاث شهور الأخرانين عشان بيبدأ الجنين يكبر يعني زي هي ما بتابع مع دكتور نسي يتابع مع دكتور تغذية علاجية ضروري خلاص بك إحنا بنتكلم دولئتي عشان العيب كويس إن شاء الله أو هو صحيح كويس بالضبط بالضبط يجي يتولد تمام أول ما يتولد المفروض أول ستة شهور WHO منظمة صحة العالمية بتقول nothing by mouth but pressed يعني لا شيء بالفم إلا سدي الأم فقط حتى المية لأن السدي بينزل عين من العيون مية لذلك هي لازم تهتبم شهور بالمية برضو بالمناسبة يعني فيه ستات كتير عندنا ما بتعرفش تردى عشان هي ما بتشربش مية يعني 90% من لبن الأم مية عشان كده المية سير الحياة آه بالضبط ولازم هي تكون بتتغذى كويس ما تعودش تاكل نشويات كتير جدا وهي المفروض تاكل حاجات فيها كالسيم وفيتامين دي وبناسبة فيتامين دي يعني أغلب ستاتنا مثلا ما بيتعرضوش للشمس اللي بتخاف إنها بشرتها تسمر واللي بتبقى محجبة أو منطقة أو أي حالة ما بتعرضش لأشعة الشمس فبقى عندناها نقص فيتامين دي احنا لما عملنا في معاية تغذية آه مسح الفيتامين دي لقينا نسبة المقص فيتامين دي غير طبيعية طب ما كده انت عضمك انت أصلا هيبقى ضعيف جدا طب هتدي للطفل أصلا يا عضمه ازاي هتدي له رضاعة لبن الكفاءة بتاعت اللبن الكواليتي بتاعت اللبن بتاعتها هتبقى ضعيفة ما فيهاش كالسيم كفاية ما فيهاش بروتين كفاية كلها نشويات وشبسيات وحاجات ما لهاش أي لازمة والطفل يطلع ضعيف وبعدين تقول لك ما بيرضعش وبعدين تبدأ تردعه صماعين مع أن في أوروبا الرضاعة الطبيعية هي أهم حاجة بيهتموا جدا برضاعة الطبيعية وقصوا في أول ستة شهور وبعد كده نبدأ ندخله تدريجيا أكل وبرضو ما نعاودش الطفل على السكريات مثلا دي غلطة برضو كبيرة بيعفع أمهات كتير الطفل تبدأ تعاوده على الحاجة المسكرة لأنه هو تعاود على البن المصنع في سكر يبدأ التست برعيم التزوق في اللسان تتعاود على السكر من صغره يبقى متعاود على السكر والنشويات دي يبقى طفل ضعيف بيأكل أكل يتخن وما بيديش قوة للجسم لأ برة مفيش قال للسكر عارفين أن فيه سموم البيضاء السلاسة الملح الأبيض السكر الأبيض ديه الأبيض سموم السلاسة البيضاء بيتعلموها من صغرهم أنه دي سموم وأنه على قد ما يقدر ما ياخدش شجر خالص سكر نو شجر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من الأجاز بتاعه لبن الأم لم سكر ولا حادق نو سجر نوترال متعادل بالضبط عشان ما يخشطش بتست بازك إنها تتعاود على السكر اللي بيصنعه اللبن بيحطه في سكر يبدأ طفل يتعاود على طعام السكر كده احنا خلصنا أول 6 أشهر تمام واتفقنا برضو 6 أشهر الأم لازم تهتم من ابنها ياخد رضاعة طبيعية تمام وهي تهتم بأكلها لأن الطفل مرتبط هو أمه مرتبطين ما بعض بالضبط تبدأ مهلبية بلبن رز بلبن كده حاجات بسيطة بطط مهروسة بيض نسلو تبدأ تدواء الجبن النستو تبدأ وهكذا مش كل حاجة نشويات مش كل حاجة سكريات تمام لحد ما يتم هو السنتين يكون غذاءه متوازن برضو لبن الأم موجود بالضبط لحد سنتين تمام يعني تفتوم بعد سنتين بعد سنتين زي ما من القرآن قال هو ده الصح بره بيعملوا كده تمام بس ويبدأ بقى بعد كده هو لما يبدأ يتعلم نبدأ احنا خلاص سستمنا البراعم التزوق في لسانه على انه هو الحاجات الطبيعية اللي مش مسكرة قوي ولا حد قوي ومتعود على طعم الخضروات ومتعود على طعم البروتين ومتعود على طعم النشويات مش كل حاجة سكريات ونشويات بس تمام اه فيبدأ هو لما يكبر يبدأ هو انا مش عايز اقطك بس انا متهالي لحد السنتين المشكلة ممكن تليها مثلا بنسبة 30% ده هو كل حاجة بتتعامل في السنتين دول التعود تعود لسانه وعاداته الغذائية حاجة اصارت حتة السويت انا عايز اقولك ان احنا من ضمن الثقافة الغذائية الغلط اللي عندنا تمام الطفل اللي معمل حاجة كواسة نجدينه بمبونين بالزبط سكر سويتس وده ضياع ضياع لي لأ بره يديله حاجة لعبة يفكر فيها حاجة للزهن اللي مخ تمام تمام وصلنا للسنتين وصلنا للسنتين السنتين خلاص الام كده خلوص بقى قدت دورها بالزبط قدت دورها كأنها مش بتتغزل الطفل دلوقتي الطفل هينفصل بغزائه تمام تمام نبدأ بقى نهتم ان احنا نعلمه هو بعد سنتين خلاص ابتدى بقى ان هو لو لقينا ميولو لحاجة معينة فيها غلط مثلا نبدأ نوجهه ما يبقاش مثلا كل حاجة زي ما حضرك بتقول نديله سويتس سويتس اي مكافأة سويتس طب هو كده خلاص تعود على السكريات تمام وبقى مؤهل ان هو يبقى طفل سمين تمام ودي مشكلة كبيرة يعني مثلا لازم نعرف ان اول ست سنين في عمر الطفل بيتكون الخلايا عدد الخلايا الدهنية في جسمه اول ست سنين الخلايا الدهنية اه بعد كده ما بتزدش اه لكن تزيد في الحجم هننتكلم عن عدد الخلايا الخلايا العدد يعني مثلا مليون يبقى اتنين مليون اه تمام هننتكلم عن كده في الحجم بعد الست سنين ما بتزدش في العدد بتزيد في الحجم الحجم ضعف بس لو احنا كان عدد الخلايا الدهنية في اول ست سنين في عمر الطفل كويس عددها كبير يبقى قابليته لان هو يبقى سمين بعد كده كبيرة جدا طبعا انما لو هو في اول ست سنين من عمره كان عدد الخلايا الدهنية قليل صح حتى لو ملت بعد كده ما بتمليش كميات ضخمة قوي تمام ولازم نبدأ نعلمهم من الحضانة ان البيضة المسلوقة او المقلية الجبنة اللبن الحاجات المفيدة كلها هي دي الحاجات المغزية ونأكلها له ونعودوا عليها تدريجيا لازم لو لاحظنا مثلا يعني انا بلاحظ مثلا في العادة ايه معظم اللي هما دلوقتي في سن العشرينات اجي اقول لهم لازم تاكل خضرات ولي بحبش الخضار دي غلطة الام لو ما مطهن معها بقول لها انت اللي غلطانة انت اللي ما عاودتش بنتك على اكل الخضار من زمان انت كنت تستسهلي وتأكلها عن نشويات وسكريات فعلا هي بتستسهلي بالضبط بس فنبدأ في الفترة اللي هي من اتنين لستة يبدأ والتعليم هو خلاص بعد كده بيمشي على السكيل واحده بقى ويبدأ يبقى تمام والصحيته كويسة ويبدأ التدريب بقى وهكذا تمام عايز اسألك سؤال دايما دايما بنسمع عن كلمة الهرم الغذائي اه وعايز نربط الهرم الغذائي بالثقافة الغذائية تمام تمام يبقى محتاجي الاول نعرف يعنيه الهرم الغذائي ونربطه بالثقافة الغذائية عنده الام وعنده الطفل تمام الهرم الغذائي اللي هو بوساطة قعدته بتبقى النشويات لان هي النشويات بتدي طاقة طاقة بس المفروض انها مزيدش عن 50% يعني من 40% ل50% النشويات اه لا يزيد اه تمام نبدأ بعد كده بس حاجة اصلا انت خلاص انا عايز اقولك الحاجة فعلا اصلا انت تخيل لو انت ما فيش طاقة مش تنزل من بيتكو بالزبط فيه خمول برجع تاني لما حدث يوم الاتنين اه بالزبط طاقة ما احنا انتفقنا اللي يقع بدني تمام تمام ثم يأتي البروتين البروتين اه مش اقل من 30% يبقى بروتين حيواني او نباتي نوع تمام عضلات عضلات يعني برضو هالعضلة بروتين يعني السر برضو السر بالفوز بالزبط بس حقيقة اصرتلي نقطة هنا كنا زمان نقض نتارية الناس لما تخش الجيش يقولك الوجبة الاساسية عشان الجيش يبقى قوي هي يبقى بنيان انت بتخش بتشوف اللي دخل الجيش بعد كانت تلاقي صحته بقت جمدة اه لانه هو بيأكل بروتينات مركزة يعني احنا اعتمد في الاكل بتاعنا على الكيف ولايس الكم بالزبط وكمان في نقطة كمان ان الناس اللي بتعتمد على البروتين الحيواني خلي بالك ان مع البروتين الحيواني في دهون طبعا وفي كوليسترول اوه ودول حاجتين مش موجودين في البروتين النباتي اوه لذلك في ناس وصلت لمرحلة النباتية التامة عشان كده حاجة تلاحظ ان نسبة الكوليسترول زادت قوي جدا كله معتمد كوليسترول بيقدل مشاكل تانية اللي هو بيسموه اللي هو الموت الصامت بعد كده لانه منخدش مشاكل في القلب بالزبط ثم عشرين في المية خضروات وفواكه تمام ثم اقل حاجة خالص اللي هي الدهون لا تزيد عن خمسة في المية والفضل انها تكون دهون غير مشبعة زيوت الاحدية زي زيت الزتون زيت الزتون اه زي زيت الخار اللي هو بزرط الكتان اه زي برضو زيوت النباتية اللي هي مش احدية برضو كويسة يعني زيت عباد الشامز تلاحجات دي زيوت خفيفة بلاش حتى سامنا البلدي يعني سامنا البلدي بتاعتنا دي كان زمان الناس بتخاف منها دلوقتي لا بالعكس يعني هما بره بيشتغلوا بيها اه بس ما بيغليهاش على فكرة ده يفصل معرف ايه اه بتشوف تفتكر ابوهاتنا وامهاتنا واجدادنا اه كانوا محملين اه وهم بيعتمده هو كان يوم الصبح اللي كانت ترون عليهم معلقة سامنا بلدي بالزبط هما بقى بره ده اللي بقى الجاولوا سامنا البلدي بالزبط يعمل بس ما تتغليش ما تتغليش اه ما تتعرضش الحرارة للدرجة عليها عشان ان له درجة اه عشان ما تبص تمام تمام يهو يسوي الاكل بدون اي دهون خالص ثم يحط المكعب الزبدة او معلقة السامنا ويقلبها ده بعد ما النار تهدف كمان بس لا اكثر ولا اقل وبالتالي يبقى الدهون دهون مفيدة مش دهون مركبة ودهون مشبعة اللي هي موجودة في كل الاكل الخارجي كل الاكل اللي بيتاخد من اللي هو الفاست فود كلها كلها قلت الفاست فود واعتقد في اول حول قلت الجنك فود صح اه ايه الفاست فود والجنك فود يعني انت تقدر يعني هي تدل على سرعة العمل والاستخدام حاجة سريعة واجبات سريعة حتى هو بيكتبوا لي واجبات سريعة اللي هي زي الموجودة في السود اه فهي بتبقى بتعتمد بالنسبة كبيرة تلاقي 60% من المنتج دهون يا نهر ابيض البرجر مثلا وحاجات دي 60% دهون انت قلبك هيستحمل ده ازاي لأ وكمان فعيش فينه يعني دي ابيض سم في سم يعني حاجة غريبة حاجة غريبة برا في اوروبا ما فيش الكلام ده يمكن امريكا اكتر شوية لذلك امريكا هي المرة واحدة على العالم في السمنة اكتر دولة في العالم فيها سمنة تمام والدول الاوروبية طبعا دلوقتي بدأت برضو تاخد بالها من موضوع سمنة الاطفال حتى ايطاليا عاملة المشروع القومي لقبل موضوع كرونا بقى ما يحصلوا كده كان المشروع القومي الايطاليا لمدة عشر سنين سمنة الاطفال لحظوا ان الاطفال بتادوا يتخانوا فبتادوا يعملوا لهم تعليم التغذية العلاجية من سن كي جي وهكذا في اوروبا كلها بدأت تاكد بالها ان الاطفال بقوا تقام وهكذا عايز اشكرك على حاجة انك اكتلي معلومة ان يوم الاتنين اللي فات كان من ضمن الاسباب الرئاسية التغذية انك قلت كل ايش هتقولي اوروبا ميعملوش كده طبعا وهنا فاصل بنعمل كده طبعا احنا لو عايزين ودائما كان يعلموني يقولك ايه يقولك اي دولة متطورة او يعني كلاس ايه وان طبعا حاجتين الصحة والتعليم صح عندك شعب صحيح بدنيا طبعا حيعرف ازاي يتعلم كويس ويتقدم طبعا كده طبعا كمية معلومات حلوة قوي طبعا ولكن دي كلها مقدمات مقدمات عايزين بقى نعمل سلسلة حلقات بإذن الله نتكلم بقى بالتفصيل بإذن الله نخش ده احنا حاجة حاجة بقى اه يعني يعني على اساس ان احنا احنا من ضمن الهدف بتاعت البرنامج بتاعنا هي برنامج بيقدم رسالة بيقدم معلومة انا اقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا تخيل حضرتك ان احنا اكتشفنا في معه التغذية ان كتير جدا من الاطفال اللي عندهم نقص غذائي امهم ما بتعرفش تردع الام ما بتعرفش ازاي وضع الرضاعة الصح ومسكة بتقفل البالز بتاعت اللبن بتقفلها بصبعينها وتقول لك مفيش لبن يا ماما لازم يتمسك بطريقة معينة ولازم الوضع الطفل يبقى بطريقة معينة عشان يرضع كويس محتاجين نتعلم الثقافة الغذائية بالتفصيل بالتفصيل وده ان شاء الله في سلسلة الحالات خلص الفقرة التانية وخليني بداية معانكم اشكر دكتور ولي يوسف زدان اسشال التغذير علاجة اشكرك على كمية المعلومات اللي دي تهاني المعلومات اللي بيتمس كل واحد خلينا بقى نستعد للفقرة التالتة مشغبات عادل وعلاق وجالينا بسر تالت انا قلت الحلقة دي قباني متفقين علي في موضوع السر ده عم تلع لنا فاصل يا عم